اذا بتلاقوا ربع الييرو مغليينو تعووا خدوا اللي بدكن يمن عنا احنا هلق بوضع كتير صعب يمكن الاجيال اللي قبل كلهم مروا فيها وممكن هني يقدروا يوصلوا لكم طريقة افضل بس نحنا هيدا الجيل بالاخص ما كنا واعيين على الحرب اللي يابل بس واعيين نحنا هلق عهيدا الحرب وبدنا نارجي الكل نحنا اللبنانية ما حدا نقدنا قدمة حيالله حضا حيالله بلد حيالله شو ما كان حاولي وقعنا نحنا نوقف على اجرينا ومنصير اقوى مننا هيدا الشي اللي اللبنانية عم بيمروا فيه صعب كتير مش حيالله حدا بيقدر يتقبل هيدا الشي هيدا الشي اللي عم نمر فيه كتير صعب وشغلتنا واهم شي نحنا نعمله للي قادر نوقف حد شعبنا متل ما بيقولوا ما فيه ايد بتزقف لحاله واللي عم بيغلق اسعاره على نفس اللي بضعه وعم يستفيد عظاهر المحتاجين والناس حين لمهجرين من بيوتهم ما فيه يقلكون غير يعيب الشوم عليكم متل ما بتعرفوا نحنا كنا عارضين لمخدات الميتان ألف وما شاء الله العالم اللي كانت مستعدة تساعد ما أثروا ما شاء الله خوصوا لمخداتوا اكيد نحنا جعنا غير العرض اللي كنا عاملين ونزبطنالهم السعر لأنه هلأ نحنا بوضع مش قصة ربح مفروض الكل يكون حد بعض هذا اللي عم نبر فيه منو شي هيين أبدا ومنو وقت أصلا نغلي بالعكس نحنا هلأ ديل لتكم دوت قلبي إذا بتلاقوا ربع ليرة مغليينو تعووا خدوا اللي بتكون يمن عنا تعارنا سابتة وبالعكس حننزلك رمالكن خليكن مترقبين لأنه نحنا إن شاء الله عن قريب حننزلكون غراضة جديدة وأسعار كمان بعد أوطى من رسماله لأنه هيك بوضع اللي عم بيغلي واللي عم يستفيد يعيب الشوم مش أكتر